اندحروا من هنا بعد أن قتلوا العشرات وقتل منهم العشرات لكنهم استبقوا حقدهم مدفونا على هيئة ألغام في هذه الأرض ليواصل المهمة الأسوأ في تاريخ البشرية القتل ستة مدنيين في تعزب التحديد في مدورية الوازعية إلى الغرب من المحافظة هم أحدث ضحايا الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي وصالح في الجبهات وفي الطرقات وحتى في الأحياء للحرب أدواتها القذرة إحداها هذه الألغام مئات الآلاف منها كان المخلوع صالح قد أطلقها من المخازن السرية ليزرعها ويوسع بها مساحة القتل في سياق حربه المجنونة على الشعب اليمني ومعها أطلق قياد الميليشيا لتزرع مئات الآلاف منها في مهمة قتل طويلة الأمد للشعب اليمني فيما كان قد نجح في إيهام العالم بأنه جزء من حملته للتخلص من خطر هذا السلاح الأعمى لا تتوقف هذه الألغام عن حصد الأهداف السهلة فالمئات من اليمنين من الرجال والنساء والأطفال قتلوا أو جرحوا في عمليات مشابهة لتلك التي شهدتها مديرية الوازعية طيلة السنة والنصف الماضية حقول الألغام المزروعة ترسم خارطة الموت التي تمتد على معظم الجغرافية اليمنية وتبدو جلية في أكثر الجبهات اشتعالا في تعز وعدن ولحج ومارب والبيضاء وصنعاء والجوف لا عجب إذن أن يجد هؤلاء الجنود أنفسهم يخوضون معركة من نوع آخر محفوفة بالمخاطر لكي يطول أثر الأسوأ للحرب ويقلل من الندوب التي تبقي هؤلاء شهودا على حقد القتلة والمغامرين ترجمة نانسي قنقر